ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مارسيليا الزميل خالد شقير مراسل أكسر نيوز خالد أرحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية تحدثت معي في مداخلة سابقة عن الخطة التي انتوت الحكومة الفرنسية اتخاذها لمواجهة هذا الفيروس يمكن نحن الآن نتحدث في المرحلة الرابعة من هذه الخطة خالد ولكن أريدك أن تلقي مزيد من الضوء على ردود الأفعال من جانب المواطنين في فرنسا على هذه الخطوات بالتأكيد يعني معظم نادى الردود الأفعال كانت إيجابية جدا فريحة جدا الشعب الفرنسي شعب أعشق الحياة عندما تشاهدين من خلف الشارع مقتصد بالناس لأول يوم في أول يوم من خلع الكمامات أشعر بالحياة مرة أخرى من المعروف أن فرنسا عاشت على مدار سنة ونص تقريبا من أكثر الشعوب التزاما وهذا ظهر جليا فيما وصلت إلى الأمور حاليا ثمان شهور حظر تجوال اليوم يعني هو اليوم يعني يؤكد على أن فرنسا عندما أرادت الخروج من هذه الأزمة تضافرت الجهود ليس جهود الحكومة فقط ولكن تعاون الشعب وهذا ما جعل جوين كاستيكس بعد اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني بالأمس ومجلس الوزراء أن يشكر الشعب الفرنسي على تفاعله واستجابته الدائمة للبقاء في المنازل أو التباعد أو ارتداء الكمامات الكمامات ما زالت متواجدة ولكن في الساحات التي فيها كثير من المشاهدين سواء مباراة كرة القدم أو الاحتفالات الموسيقية وأيضا لا ننسى في المتاجر وفي المحلات الداخلية حيث يمنع أيضا عدم دخول أي إنسان حتى ولو كان عنده اللقاح من دخول المحلات أو حتى وسائل المواصلات نادا فرنسا تسترجع أو تعود مرة أخرى إلى الحياة بفضل التزام الشعب الفرنسي يمكن من أحد تفسيراتك لهذه القرارات خالد أيضا كنت حدثت معي في فكرة أن الحكومة الفرنسية تريد من المواطن الفرنسي العودة إلى الشارع والشراء لإنعاش الاقتصاد الفرنسي هل سمت بنود أخرى ربما الحكومة الفرنسية وضعتها من أجل الإنعاش الاقتصادي الفرنسي؟ يعني بشكرك نادا هذا الموضوع على وجه التحديد تحدث عنه جان كاستاكس وصرح أنه بعد تصريح رئيس بنك دو فرانس أو البنك المركزي الفرنسي بأن زيادة الحركة أو القوة الشرائية في الفترة الماضية زادت ودعا الفرنسيين للمزيد من تعويض الاقتصاد الفرنسي والبقاء في فرنسا لقضاء أجازاتهم وهذه نقطة هامة جدا هذا الفيروس على مدار سنة ونص أصاب الفرنسيين في الصحة وفي القطاع الاقتصادي وأيضا في القطاع النفسي وأحد أهم الأسباب التي دفعت لتعجيل أو تسريع الخطوة الرابعة التي كانت من المفروض أن تكون في الثلاثين من هذا الشهر هو القضاء على المشكلة الصحية بعد تحسنها وأيضا المشكلة الاقتصادية ودعم الاقتصاده بصفة خاصة في الأول من يوليو القادم ستكون التخفضات وستشهد الأسواق الفرنسية دعما كبيرا جدا تحدث عنه رئيس البنك المركزي الفرنسي وأيضا الحالة النفسية للشعب الفرنسي وبصفة خاصة أننا شاهدنا في الأشهر والأسابيع الماضية اعتداءات كثيرة سواء على الشرطة أو اعتداءات خاصة في جميع المجالات إذن فرنسا تتعافى صحيا وهذا التعافى الصحي يؤدي إلى تعافى اقتصادي وأيضا تعافى نفسي للشعب الفرنسي نعم نعم مباشرة من مارسيليا الزميل خالد شقير مراسل اكسر نيوز أنا بشكرك جزيلا شكرا